بازلنا مع جهود وزارة الداخلية حيث تواصل حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السهر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 483 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 113 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدومة تم ضبط قرابة 17 طن كما تم ضبط أكثر من 96 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السهر الرسمي لاستلاء الغذائية وغير الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 721 قضية من بينها 159 قضية خبز ناقص للوزن و163 قضية خبز غير مطابق للمواصفات اشتركوا في القناة